بشرة هامة لطلاب السنوية العامة في جميع المواد الدراسية قريباً سلسلة كتب مدرس على الهواء في مراجعة نصف المنهج وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء تبقى للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد بادر بحجز نسختك من الآن الكتاب الأول كتاب اللغات مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة الألمانية واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب المواد الأدبية مراجعة نصف المنهج في التاريخ الجغرافيا علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية مرايط نصف المنهج في الفيزياء الكيمياء الرياضيات الأحياء والجيولوجيا تمانياتين القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء أعزائي طلبة وطلبة صنوات العامة أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى الحلقة رقم 32 مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء مساء الخير على كل مدرس الفيزياء على مستوى الجمهورية اللي يتبعونا واللي احنا كالعادة مستنين كل ملحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنه منها الكمال النهاردة يكون في ديافتنا في الحلقة الأولى لمادة الفيزياء لسنوية العامة الأستاذ محمد رياض مساء الخير يا مستر مساء الخير يا مستر شرفنا وتشرفنا كالعادة شرفت بحضرتك وتشرفت بالبرنامج ربنا كلمك يا حبيبي لو في عندك أي رسائل سريعة أو توجيهات للطلبة بتاعتك قبل نبدأ الحلقة يا تسوكي والله دايما بقول للطلبة يعني دايما مادة الفيزياء هي أشق مادة ممكن أنت تتعامل معها في حياتك سهلة جدا 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 أنت ما تصعباش على نفسك دايما برضو بقول لأصدقاء المدرسين طبعا من بعد موضوع النظام الجديد إحنا للأسف بدأنا نتقل المادة على الطلبة ونخوض في كلام الطالب بعيد عنه خالص فبدأت العادة تحس بتقل المادة أو بتشتت بس جزء كبير منه إحنا السبب المفروض أن الطالب طبعا يعني كفاية رعبه من المادة أصلا يعني هالمادة نفسها حتى الاسم الطالب خايف فدايما نقول طبيعا لما أجي أعلم عيلي أنا الطالب بالنسبة لنا من المادة وخوفه منها أنا لما أعلمه لماشي يعلمه خطوة خطوة لازم أبدأ بأقل ثم وصله لمقدار الفهم إنما ما ينفعش أبدأ كل الهدف إن أنا بسم الله بقول مع العيل وأقوله دي والسؤال ده اللي هو محتاج تفكير قوي لأ إحنا إحنا لازم نعود العيل على النوم الفقر أقدو استيب باستيب بس واحد واحد لأن في بعض المدارسين الزملاء بدأ يحطوا أسئلة فضائية طبيعي العيل بيسمع الحاجة بيبقى مذاكر وفاهم وشاطر كويس جدا حاجة بتخضه إنت لسه الانطبعات الأولى تدوم طبيعي إنت لو خضت العيل من البداية إنت بتخلي يكره هياخد موقف المدى طبيعي وحدة وحدة لإنما ديتنا قائمة على الفهم العيل لما بيفهم ويت طب من الله إنت بعد كده خد منه اللي إنت عايزه تبدأ تعلم معاه وحدة وحدة هتلاقي العيل خلاص إنت بقى طوعه زي ما إنت عايز وأهم حاجة إن العيل بسطه له في الأول وهي جميلة بس دايما نقول للطالب وإنت بتسمع الفيزياء من أي مدرس جليل حضرتك معاه إفهم ما تحفظش إفهم ما تحفظش لإنما ديتنا قائمة على الفهم إفهم هتفكر هتعرف تطبع إنما الحفظ مش هينفع معك بشيء طبيعي طبيعي ده أنا بقول للطالب إنت لما بتيجي تدخل من تاني علمي بتدخل علمي ليه؟ بتقول أنا بحب أفهم المعلومة فبقتنع فبتثبت طبيعي إنت داخل للحاجة دي لإن إنت ميولك كده ما تبقاش دايما الحاجة قدامك وإنت عايز تحفظها بنت في الآخر بالنظام الجميل اللي إحنا بنتعامل معه دلوقتي إن أنا عايز تطالب الفاهم الراقي خلاص حفظك مش هيجيب معك حاجة وأي مادة دلوقتي دخلت علمي غلط وفعلا حتى المواد الأدبية دلوقتي أنا اللي كنا زمان بنقول المواد الأدبية بتعرف تحفظ ادخل أدبي لا دلوقتي كمان لو حفظت العملية معك برضو مستوى كسف تمام يا مستوى محمد حلقة موفقة إن شاء الله بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بداية الفيزي عندنا الفصل الأول دايما بنقول الطلبة هو اللي هيبني انشاء المولى عز وجل جميع الفصول اللي بعد كده فدايما نقول للطالب اتعب معاه شوية في الفصل الأول إن شاء الله لو تعبنا في الفصل الأول هنستريح في كل حاجة طبعا الفصل الأول بيتكلم على الطيار القهربي وقانون أوم ده العنوان بتاع الفصل الأول طيب أنا النهاردة دوري معاك أشرح أهم جزئية في الفصل وهي درس التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي اللي هنا بداية فعلية للمنهج بس قبل مبدأها عايز بس أنشط زاكرتي وزاكرتك للثلاث كميات اللي انت أساساً بتبني عليهم علمك عشان لما أذكرهم يبقى أنا عارف إن أنت زهنك حاضر معايا طبعا لما جيه يبدأ معاك المنهج لأن منهجنا أصلاً السنة دي كله علم واحد اللي هو علم الكهربية فحطلنا الثلاث كميات الأساسية اللي أنا وإنت هنبني عليهم كل منهجنا فأنا عايز كإن أنا وإنت كده بنعمل لهم عملية مطارنة سريعة تذكرة عشان لما ندخل في الدرس الجميل اللي هو موضوعنا النهاردة يبقى زهنك حاضر معايا أول كمية فيزيائية قالك اللي اسمها شدة الطيار اللي رمزوا لها بالرمز I فبالتالي يبقى تاني شدة الطيار الكهربي رمزها I القانون بتاعها I بتساوي Q على T Q اللي اسمها كمية الشحنة الكهربية T اللي هو الزمن يبقى قانون معايا تاني كده I بتساوي Q على T I هي شدة الطيار Q هي كمية الشحنة الكهربية T اللي هي الزمن لو أنا أنا وانت عايزين نعرفها طبيعي دايما نقول للطالب تعريفات الفيزياء من غير حبص انت عايز تطلع اي تعريف تعريف قدام عينيك مكتوب في القانون انت تقرم من القانون مش تحفظه وتكتبه فرقة ازاي هقول لك طريقة بسيطة جدا انت تعرف منها اي تعريف والكلام ده هنستمر بي طول السنة ازاي عايز تعرف كمية فيزيائية قول هي اللي فوق وخد واحد من اللي مكتوب تحت قول هي اللي فوق وخد واحد من اللي مكتوب تحت بمعنى انا عايز اعرف شدة الطيار هاسمع كلام مستوز محمد رياض يبقى هي كمية الشحنة الكهربية طيب مش انت عارف ان الشحنات دي لازم تمشي فزود من لسانك المرة في الموصل يلا خد واحد من اللي تحت في زمن قدره واحد ثانية يبقى انت بتقرأ تعريف من هنا انت من تشحفظه يبقى تاني شدة الطيار هي كمية الشحنة الكهربية المرة في الموصل في زمن قدره واحد ثانية طبيعي اي كمية فزيئية عندنا لها وحدة قياس لا ويكبر بقى لان الوحدات ممكن كمية زيها تقول لها وحدة واثنين وثلاثة واربعة بس الكلام ده هيكبر معايا ومعاك مع مرور الوقت في المنهج عينك على القانون بردو الوحدة الاصلية طلع من القانون كمية الكهربية وحدتها كولوم على الزمن وحدته ثانية يبقى انطل الوحدة على بعضها معايا كده كولوم على ثانية طب مفتل تعدادي كان مدرسين العلوم يقولوا لنا ما تريح دماغك يا عم قولها كلمة وحدة كلمة أمبير يبقى انا عندي بدل الوحدة اتنين كولوم على الثانية اللي انا جيبها من هنا اللي بتساوي أمبير وبرضو كنا عارفين من الاعدادية مش اقول لك السنوية ان الجهاز اللي بتحط في الدائرة الكهربية لقياس شدة الطيار الجهاز ده كان اسمه الاميتر الجهاز يا بطل اسمه الاميتر عشان لما نذكر الكلام ده ألاقي زهنك صافي معايا طيب قلناها بشكل سريع تذكرة طيب تاني كمية فيزيائية اسمها فرق الجهد القهربي اعمل بقى معايا زي معلمتك هنا فرق الجهد رمزه V فرق الجهد رمزه V برضو القانون بتاعه ببساطة جدا بتساوي W على Q يبقى يلا يا بطل V بتساوي W على Q طيب W اسمها ايه اسمها الشغل المبزول طيب Q ما انت لسه ايه لها هنا كمية الشحنة الكهربية لازم تعرف اسم الرمز عشان انت بقى دلوقتي اللي ولد جدع وبنت محترمة هتقول لي التعريف عشان اعلمتك هي اللي فوق واخد واحد من المكتوب تحت انطق بقى يبقى فرق الجهد القهربي هو الشغل المبزول زود بقى من لسانك كلمة حلوة لنقل مش رجعنا تاني ان انت عندك الشحنات بتتحرك فانعاز عرف له الشحنات اتحركت فابقول هالو عشان ننقلها عشان احركها يبقى هو الشغل المبزول لنقل كمية شحنة كهربية مقدرها واحد كولوم تاني هي الشغل المبزول لنقل كمية شحنة كهربية مقدرها واحد كولوم طيب وحدات القياس كالعادة الشغل كلنا عارفينه من اولى سنوي وحدته جول على كمية الكهربية لسا ايلنا من شوية وحدتها كولوم تبقى الوحدة جول على كولوم اللي بتسوي كلمة من ثلث عداد يا بطل كلمة فولت برضو استاذ محمد زي ما كتب هنا اتنين قال لي هنا اتنين الوحدة من القانون وممكن اقولها كلمة واحدة يبقى فارق الجهد وحدته جول على كولوم اللي بيسوي كلمة فولت طيب الجهاز برضو كلنا عارفينه من ثلث عدادة الجهاز يا دكتور اسمه الفولتاميتر يبقى اخد بالك الجهاز اللي بتحط في الدايرة لقياش شدة التار اميتر انما فارق الجهد فولتاميتر طبعا انا عمال اقول تاني بتكلم بشكل سريع بعرفك قصص الكيميات البتزيل لان انا عارف ان انت ذكرتها كتير في بداية الفصل طيب اغلى كلمة اللي هي اسمها المقاومة الكهربية قصديك كلمة اغلى اللي هتضم الاتنين دول معاها المقاومة الكهربية ذكرت في المنهج من خلال كلنا عارفين القانون الرجل المحترم اللي جاب القانون اللي درس لنا بالمقاومة الكهربية كان العالم اوم اللي كانت فكرته حاب يربط فرق الجهد بشدة الطيار فبالتالي وجد ان العلاقة بينهم علاقة طرضية فمن خلال كلامه قالك انا وجدت ان فرق الجهد بين طرفي الموصل يتناسب طرضيا مع شدة الطيار المارة فيه فمن هنا جاب المقاومة من التناسب ده وصلنا للقانون الجميل اللي هو R بتساوي V على I انا دايما نقول للطالب الا الصيغة دي لان ده اللي جمع التلاتة حبيبي في قانون واحد القانون ده لا غنى عنه في كل كلمة بتقولها في المنهج فانا دايما بحب تثبته انا وعيالي الجمال ازاي انا بحب تثبته لي في دماغك في المسلس ده بالله عليك ما تنساها ADI V ADI I ADI R ليه يابني دولة التلات كلمات الغالية اللي انت هتشرح اي درس من خلالهم فبالتالي افرض ان انا عايزك تجيب لي فرق الجهد بص هنا هقول له انا عايز فرق الجهد يبقى خبيها كده تبقى V بتساوي I في R طب انا عايز شدة الطيار تبقى I بتساوي V على R طب انا عايز R زي ما انت كاتبها R بتساوي V على R فانا عايزه يبقى في دماغك كده عشان لما احتاج منك حاجة منهم تجيبها لي منه ما تبدأش حاجة بسيطة زي كده وانت تشتت عقلك بسببها فدايما اقول للطالب بتاعي قانون قوم بالله عليك خليه في دماغك كده والنهاردة هتشوف استخدامه بشكل رائع قال لي طيب بعد كده انا عايز عرف وحدة قياس المقاومة زي ما انت علمتيني كده قال لي حاضر فرق الجهد انت لسه ايلها يا بطل وحدتها V فولت على شدة التيار انبير طب بتساوي كلمة واحدة من الراجل ده قال لك والله لا ما تجد نفسي انا اللي جدتها راح مسميها على اسمه يا بطل الاطال كلمة اوم يبقى انا برضو كل حاجة بعمل لها ثنائيات تبقى فولت على انبير ريح دماغك وكتب اوم خد بالك استاذ محمد ماشي معايا تاتا تاتا انا بكتبلك بالعربي انما لما اجي حل في مسألة انا مش معقول هكتب ارقامي انجلش رامزي انجلش هاجي بعد كده اكتب كلمة بالعربي انا مش هقول لك غلط بس الشكلها مش حلو فبالتالي اوم دي لانها اكتر كلمة هتكتب غبارة عن حرف لاتين يا دكتور بالمنظر ده عاملة زي بالبلدي بتاعنا عاملة زي الرقبة كده دايما نقول له بص عاملة زي الرقبة ما تخافش مع مرود الوقت هكتبها انا وانت بايدنا تطلع شكلها حلو ما تخافش اعملها وحشة بس بعد كده ايه ده تاخد عليها ما تخافش من الحاج طيب ادي نعرفت التلاتة ادي شدة التار اي ادي فرق الجهد في ادي المقاومة الكهربية اللي جات من خلال قانون اوم اللي هي مين ار طيب جميل انا همسح انا قلت اذكرك بهم قبل ما نبدأ اجمل حاجة في فصلنا الاول وهي درس التوصيل على التوالي والتوازي اللي دايما كلنا كمدرسين عارفين ان ده بيبقى السبب اللغطة عندكم وابداية الخوف او الرعب من المادة بس بقولك بسم الله ربنا يا رب يعيننا وانت ونمشي واحدة واحدة طيب يا بطل انا قبل ما اشرح قانون اوم اللي انا بقولك في المسلس بص بص انا عملت ايه انا هكتبه فوق وهواريك احتياجي للنهاردة دايما لما اجل اشرح اي درس لطالب اقول له القانون ده لاغن عنه بص انا فصلته لك فوق وسبته نرجع بقى لأساس حسطنا الجميلة الممتعة النهاردة درسنا النهاردة اللي مبني عليه فصل الاول بعد كده بمسائله بقدروسه وكل الحاجات اللي بتخوفكم تمام وهتعرف النهاردة انها لا اسات للخوف هو التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي اللي هي توصيل المقاومات الكهربية لان اي تعامل بعد كده في اي درس ان شاء الله فصل الاول والتاني والتالث لان منهجنا علم واحد اسمه علم الكهربية هيبقى دايما الدارة مرسومة وفيها مجموعة من المقاومات احنا بقى بنخاف هما دول توالي ولا دول توازي طيب الغي خوفك يا فاندم وخليك معايا بسم الله الرحمن الرحيم بس انا عايز ناسي المتابعة ليا الطلبة الجميلة انا هشرح واحد وانتوا ان شاء الله تساعديني في شرح التاني فدايما نقول العيد لو فهمت الاولاني انت بنفسك ذاكرة التاني فبسم الله كده التوصيل على التوالي معلوماته بسيطة وعبارة عن تلت معلومات في منتهى الجمال بس انا مش عايز يعني تحفظ انا عايز طلبة تفهم اهم حاجة عندي قبل ما تقولي الكلام النظري اللي كلنا حفظينه بس في الاخر الدرس صعب لازم اهم حاجة اعرف شكل المقاومات ازا انا حبيت اوصلها على التوالي ازاي لان هو ده مربط الفرص معايا ومعاك ودي مشكلتك ان اللي ما بتجيلك الدارة مرسومة انت بتوه بتقولي انا خفت مش عارف فين التوالي وفين التوازي اقول لك حاضر استنى الدرس علي اهم حاجة عندي شكلها لان ده شفت الرسمة هي اللي هتقنعك بكل ما هو مكتوب فتبقى فاهم مش حافظ انا معايا انا اقول معايا تلت مقاومات لا اقول اربعة ولا خمسة ولا ستة ولا مليون يعني متفاة تلاتة حيل واو انا معايا تلت مقاومات في ايدي عايز اوصلهم على التوالي اللي حاضر لو عندك مجموعة من المقاومات عايز توصلها على التوالي حطهم جنب بعض حطهم يا بطل ازاي جنب بعض حاضر وريني الرسم ادي يا بطل المقاومة الاولى هي جنبها التانية جنبها التالتة طب اقفل ببطرية بقى عشان تمقى دايرة كاملة يا دكتور وسمي المقاومة الاولى انا وانت ار واحد ما احنا عرفنا ان ار يعني مقاومة والمقاومة التانية ار اثنين والتالتة ار ثلاثة يبقى انا دلوقتي قدامي رسمة لقيت المقاومات المرسومة في الرسمة بالطريقة البالة دا وقعدة جنب بعض يبقى دا توصل على التوالي طيب الطالب شافها يلا بسم الله الرحمن الرحيم التلت جمل الجميلة اول حاجة حضرتك هتبدأ بيها هتقول لي فايدته صدق ان انت لو ركزت معا شوية كده هتلاقي نفسك خدتها في علوم اعدادية هتفكر وانت تتكلم معايا زمان مدرسين العلوم ربنا ديهم الصحة كان يقولك لو دي بس الوحدة بخمسة ودي بس الوحدة بخمسة ودي بس الوحدة بخمسة حضرتك مش لحمتهم مع بعض هتقول لي ايوة طب بقوا وحدة جديدة بكام هتلاقي لسانك قال لي خمستاشر طب ما شاء الله عليك ما انت خايف ليه ايه ده يعني انت لما وصلتهم معا بقوا بدل ما كل واحدة بخمسة بقوا كلهم بكم خمستاشر يعني معنى كده المقاومة الجديدة اللي بنسمعها المقاومة الكلية زادت ولا قلت زادت فانت تقدر تقول لي باسلوبك قول لي يا استاذنا يبقى التوصيل على التوالي بيكبر المقاومة الكلية بيخلي المقاومة الكلية كبيرة ما شاء الله عليك بس انا هقولك احنا لنا اساليب نحاو شوية احنا بنحب نمط في الكلام احنا بتاع الفيزية يعني نحب نقولها ايه الحصول على مقاومة كبيرة من عدة مقاومات صغيرة يا سيدي مش عاجبك اسلوبي قول اسلوبك كده هو انت قلت كلام غلط انا مدتي فيه لا بقولك دي نصوص احفظ وردد قول لي يا عملا مش عاجبك كده مش عاجب من اللي انت قلت تعمل على زيادة المقاومة الكلية زي العسل فانا بقى بقولك اسلوبي عاجبك عاجبك الحصول على مقاومة بس كبيرة من عدة مقاومات صغيرة انا بقى دايما متعود واسم محمد راد متعود ان ربنا بيترمه بشوات المتفوقين الواد اللي عايز يفهم يقول لي مش داخل ادناغي يعني ايه يا ابني مش داخل ادناغي مش داخل ادناغي ليه 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 لما وصلت المقاومات على التوالي المقاومة الكلية زادت اقول لك حاضر انا همثلها لك هتفهم بس قبل ما اعملها الدرس اللي قبل توصيل المقاومات كان لسه بيرجعلك على تلتة عداد علوم فقال لك العوامل اللي بتتوقف عليها المقاومة القهربية كلنا عارفينها من عدادي كانوا عاملين اول عاملين غاليين شوي اول عامل كان طول السلك طردي يعني لو طول زاد المقاومة بتزيد تاني عامل مساحة المقطع اللي بالبلد التخني يعني عكسي طب انا فكرتك بيهم عشان انت لها تجاوب مش انا انا همثلها لك فقط انت بتسأل لي يا مستر لما وصلنا المقاومات على التوالي لماذا لمقاومات كبرت هرجعت أسن محمد الرادي القالك عايز توصيل مقاومات على التوالي توصيلهم تحتهم جنب بعض ازاي مش قلت له حتم جنب حاضر القولة هي انا هون ثلاث مقاومات فيها هون انا بجمسلها لك هون كل واحدة الواحدة طب انا حتم جنب بعض زي ما انت قالت لي ده التوالي قد الاول قد التانيه أدي الثالثة إيه اللي زاد في السلك دلوقتي مش اللي زاد الطول والطول بيتناسبه مع المقاومة طاردي يعني لما الطول يزيد المقاومة هي كمان طب ما حضرتك قلتها ما أنت قلت لي زادت يعني كبرت فأنت تقدر تقول الفايدة لا وانت فاهمها يعني تعليلها النفسك يعني لو حد قال لي ليه يعلي عند توصيل المقاومات على التوالي تعمل على زيادة المقاومة الكليا أقول الله يا راجلة طيب لأن المقاومة تتناسب ترضي مع طول السلك أهو لأن المقاومة تتناسب ترضي مع طول السلك طب جميل خب بالك إحنا بنمشي هدين في الدرس ده لأنه لو سبت تسهل عليها الدرس الجديد طيب تاني معلومة وديه الأغطر على الإطار يعني الدرس في الكلمتين دون مميزاته دي أغطر سطرين في الدرس هي دي حفظكم لها فقط هو اللي بيعامل معاكم مشكلة قال التوصيل على التوالي بيتميز ديمستين اهدى كده واسمعهم من يوم أول ميزة بيتميز أن شدة الطيار ثبتة في المقاومات شدة الطيار ثبتة في المقاومات بمعنى حضرتك شايف شكل رسمك واسة يا فضل يا بطل حضرتك شايفها طبعا جانب إيه بعض لو المقاومة دي مثلا مر فيها طيار 2 أمبير يبقى دي قولي يا مستر 2 أمبير برضو طب دي برضو يا مستر 2 أمبير هتقولي إزاي هقولك سيبك من الكلام اللي أنا كدب عنه أنا كذاب بلغة العقل دايما الفيزياء أقولك هي لغة عقل بص يا بطل تعالى نصدقها هنا وإنت مش ده البطارية مصدر الطاري الكهربائي طب الطاري أخرج من إيه البطارية أهو طاري رمزه إيه بطل عقل حقا نرجع دكتور للبطارية تاني. عشان كده بقول لك العلماء لقوا ان شدة الطيار تظل ثابتة في المقاومات. دايما بص حضرتك حافظته او. انا لما اجي اسألها المحترم في الامتحان عشان ان انت حضراتكم بتخافوا منه. انا مش هقول لك اكمل. خالص امال. ارسم لك راسم ادي يا دكتور. واحط لك هنا اميتة ريسمو اي واحد انا. وهنا هو اميتة ريسمو اي اتنين هنا هو. وهنا هو اميتة ريسمو اي تلاتة. واقول لك في الشكل المقابل وما عليهم من بتينات. اذا كانت قراءة الامتر ايه واحد اتنين امبير. فان قراءة الامتر ايه تلاتة بكام? هتقول لي اتنين امبير. عارفتها منين يا دكتور? ما شاء الله عليك? انت لا استخدمت القانون ولا فكرت? قل لي يا استازنا. دا توصيل على الايه? التوالي. وانت عارف اسنا عالتوالي الاتير ايه? ثابت. دا ارى اتنين امبير. يبقى دا بردو يا يا مستر 2 أمبير يبقى ده برضو يا مستر 2 أمبير إنما مش حاجة أقول لك أكمل لا أنا هسألك عن رسمة يا دكتور عشان تشوف الطالب اللي بيجي قدام رسمة يخاف بتخاف من إيه؟ يبقى أنت كنت حافظ مش فاهم قادي بالنسبة لشدة الطيار طب تعال رقم 2 فرق الجهد قال لي دي كلمة جميلة طب ما أنا قادر أقول بس أنا عايز عقلك كل يشتغل معنا من أول مرة أشوفك وتشوفني فيها بص يا بطل في عالم جميل جليل مش عايز أقول اسمه دلوقتي مش عايز أحرقه هو اللي عرف فرق الجهد يحصله إزاي عرف إزاي عمل الدائرة عملي جاب بطارية فرق جهدها الكلي 20 فولت فرق جهدها لإيه؟ وفي ناس تقولها القوة الدفعة الكهربية أيوة مع القوة الدفعة الكهربية أنا ممكن أن طهلك بالعامة فرق الجهد كله ورح جاي موصل على المقاومة دي فولتاميتر ما احنا قلنا من شوية وفتكرنا إن اللي بيقص فرق الجهد هو الفولتاميتر حط الفولتاميتر عشان يشوف فرق جهد دي بس لقى مثلا عاشرة أنا بديك أرقام عشان تتكلم معي طب حطوا على دي بس لقى أقرى أربعة طب حطوا على دي بس لقى أقرى ستة بصيلي كده هل فرق الجهد سابت؟ لا فرق الجهد متغير أنا عايز كلمة أجمل من متغير ودي سبب الأرقام اللي أنا حطتها لإني متغير مش واضحة مش خاهم بص بقى كده هو فرق الجهد كله كده عشرين دي خدت منه عشرة ودي خدت أربعة ودي خدت ستة اجمع دول كده عشرين الله يبقى فرق الجهد اللي مع البطارية حصل له ايه بقى؟ اتوزع اتقطع دي خدت حتة ودي خدت حتة ودي خدت حتة ودي خدت على الأساس إن يجمعوهم إيه ده فرق الجهد لإيه؟ الكامل فأنت بتقول لي أه ده فرق الجهد توزع أنا عايز كلمة الشيك أنت وقت سنوية عامة اسمها فرق الجهد يتجزأ اسمها فرق الجهد؟ يتجزأ وقبل مطالب شاطر هيسألني على فكرة أشميعنا دي عشرة وشميعنا دي أربعة وشميعنا دي ستة أنا عارف أن أنت هتسأل وأنا هتطلق الأقام عشان تسأل هكمل لك بنسب ترضية مع المقاومة بنسب يا دكتور ترضية بمعنى المقاومة اللي قيمتها كبيرة هتاخد فرق الجهد كبير ما أنتو عاملين زي ما تكونوا أنتو التلاتة بتخطفوا مني فأكيد أقوى واحد فيكو ما ياخد أكتر واحد والضعيف ممكن يلحق له فاتفوتين في الآخر يعني الكبير هياخد فرق الجهد كبير والصغير هياخد فرق جهد صغير عشان كده قلتها للبطل فرق الجهد يتجزأ بنسب بطر غية مع المقاومة يلا قولي بصورة كده تاني قولي المستين الغاليين دول وجدنا أن في التوصيل على التوالي شدة التار تظل سبتة في المقاومات إنما فرق الجهد بيعمل يا بطل يتجزأ بس بنسب طردية طب إحنا عاملين ده رددها بالعربي أنا عايز أكتب الجملة الجميلة الغالية دي بالرمز يمكن أحتاج أحتياج مهمة أنت مش بتقول فرق الجهد الكلي اللي كان مع البطرية دي خدت منه حتة ودي حتة ودي حتة أنا هكتبه كده فرق الجهد الكلي اسمه إيه؟ في واكتب جنبها بالعربي كلي على فكرة عادية يا شباب عادية ده كترة ما تخليش حد يخضه اكتب بالعربي اكتب فيه جنبها كلي ما حادش لدي عندك حاجة طب ودي يقول لي إيه؟ انت كمان شوية هتقول لنا كلي بالإنجليش اسمها توتل كلي بالإنجليش توتل فأنا ممكن أقول له إيه؟ في ويتزغن توتا تحت فاللي يقول له أقول لك آآ كده بالإنجليش في توتل وممكن المدرس يقول للطالب في بي اللي قلناها من شوية القوة الدفعة شفت انت عندك كازا احتمال ما تصدرش مخك انت طالب فاهم منتش حافظ بتردد يا عمه قولها بالعربي قولها في توتل قولها في بي هقول لك آمين بتسوي فارق الجهد الأولانية اللي اسمه فيه كام؟ واحد زائد فارق الجهد الثانية فيه اثنين زائد فارق الجهد الثالثة اسمه فيه ثلاثة فانت قلتها عربي وكتبتها رمزا اللي جاب الكلام ده وعرف فارق الجهد يحصل له إيه؟ قال لك يجد عان أي حد بيجيب حاجة في الفيزية؟ بيمجد نفسه لا وانا من حقه مجد نفسي راح مسميه على اسمه اطلق على هذا القانون اللي هو بالعربة هو رمزانه هو اطلق عليه اسم قانون كيرشوف اللي علف الحرفة دي الرجل العسل ده فاطلق على هذا القانون اسم قانون كيرشوف ومره في سنة من السنين بس زحمة جيل الطلبة قال له ما هو برضه وانا عماله اقولك انا بسألك فيه منه جي قال له الطالب اكتب الصيغة الرياضية لقانون كيرشوف فكان لازم الطالب اكتبها كده الطلبة بتردد بس هي مش فهمة بتقوله يبقى له فيه كلي بتساوي فيه واحد زائد بي اثنين زائد بي ثلاثة يبقى اول نقطة في الدرس حضرتك قلت الفايدة؟ لا قلتها وعلتها عرفت المميزات وعرفت تعملها ازاي قال له طيب بص معي الخطوة الثالثة يبقى انت فصصت الدرس حساب المقاومة الكلية او لها اسم دلع برضو لو سمعته المقاومة المكافئة تتقال كده تتقال كده سبتها في دماغك جبتلك في مسألة يحسب المقاومة الكلية عادي اللي اسمها المقاومة المكافئة رمزها بقى قال لي رمزها عشان ر بس يعني مقاومة مفردة انا عايز اقول له مقاومة كلية خلاص بقى ما انا عرفت الكلمة يبقى اسمها ر ايه؟ ده يعتبر اول اسبات ظهر في الامتحان ده لسه الغات السنة اللي فاتت الناس بقى الجميلة اللي بعد فترة هتعرف بقى الامتحانات التجربية وتشوفها كان جاي السنة اللي فاتت اسبات مجانا على فكرة اسبات تستهلة جدا طيب انا عايز طلابي هاي اللي تقولوا ابعد عن الحفظ انا هقولك الاسبات بطرقة تفحة جدا عشان انت هتعمل الدرس ده وهتعمل الاسبات الجان شاء الله اسم محمد راضي يقولك ايه؟ اسبات اي ارتوتل في الدرس ده والدرس الجاي خطوتين اتنين خطوتين اتنين اقولهم لك بالبلدي بالعامية كده يثبته في دماغك وانت هتقولهم لفتزي اول خطوة ابدأ من الحاجة اللي بتتجزق عندك اول خطوة ابدأ من الحاجة اللي بتتجزق عندك تاني خطوة اللي انت كتبته بيقديك في اول خطوة فكه من المثلث الجميل ده بس خلاص الاسبات هاي طب قولوا معايا كده اول خطوة ازم محمد راضي بقولك ابدأ من الايه؟ اللي بتجزق عندك عشان ابدأ درس التوصيل على الايه؟ طوالي اللي بتجزق كان فارق الجهة هكتبه تاني اهو عشان قلتلك ده غالي اهو V total بتسوي V1 زائد V2 زائد V3 تاني خطوة قلتلك اللي انت كتبته بيقديك فكه من العسل ده طيب بيبانا هفك الفي الفي بتسوي I فار بس خد بالك انهي V بتفكها ما تتصرعش دي انهي V V total تتفك I بس في انهي R يا بطل R total طب فك V1 I فار 1 زائد I فار 2 زائد I I فار 3 اللهم لك الحمد انت خلصت دورك خلاص بس انا هسأل نفسي سؤال انا طالب نايم انا طالب وحش هروح رافع ايدي الاستاذي استاذ انت ليه ما قلتش I1 I total I1 I2 I total I1 I2 I3 اقول لك انت اللي سرحت اللي وشي لك دي شد الطيار سابتة الله عبر ايو كده اهو ده بقى الفرق مش هلاقي السؤال يا نوم ده بيثبت لي ان انت نايم انت مش معانا اصلا شدت التارى دكتور سابتة خلاص اقول لها يلا تكلي على الله تكلي على الله اقرأ كده ما تبقى يا دكتور R total متساوي R1 plus R2 plus R3 زائد R2 زائد R3 والله يلا بروزه لك يا دكتور قليك اسبتها استنى 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 ارجع معانا اقول الحصة كده فاكر لما قلتلك انت خدتها في اعدادك لو دي بس بخمسة ودي بس بخمسة ودي بس بخمسة طب انت كنت متعلم في اعداد انك بتجمعهم السنوية ايه الفرق ان انت اثبتت بنفسك ليه تجمعهم عرفت جي القانون من ايه و هو بمنطقة البساطة ما عملناش اي حاجة اوه جبان انت عايز تثبت في دماغي لو عندي مجموعة من المقاومات على التوالي عايز تحسب R total اجمعهم طب ملحوظة جميلة للطالب الشاطر في حالة تساوي المقاومات المقاومات قال لي رايح دماغك يا عم طب ال R total واحدة منهم في عددهم واحدة منهم افرد يا استاذ الفاضي يقل في السؤال اختار جميل لديك عشر مقاومات متساوية على التوالي قيمة المقاومة الوحدة باثنين اوم افضل انا بقى عبيت انا اقول له اتنين زاد اتنين زاد اتنين زاد اتنين مش معقول لا اقول له اتنين فعشرة اتنين فعشرة بس ده في حالة التساوي مختلفين اجمع بقى اجمع بقى ما شاء الله ادي درس التوالي ممكن نعيده بشكل سريع كده عشان يزبك في دماغي انا بحب دايما قلنا انا عايز اوصل مجموعة من المقاومات على التوالي احطهم زاد اتنين محمد قال لي حطهم جنب بعض انا مهتمد جدا طيب بعد ما انا شوفنا شكل الرسمة افتكرنا الجنب بعض فيديته قلنا الحصول على مقاومة كبيرة من عدة مقاومات صغيرة وكمان قلنا علل قلنا لان المقاومة تتناسب ترضي مع طول السلك تمام المميزات الخطيرة قلنا او الميزة يتميز ان شدة التار تظل سابتة في المقاومات انما فرق الجهد بيتجزأ بس بنسب ترضية مع المقاومة وعملناها بالرمز في كلي بتسوي في واحد زاد في اتنين زاد في تلاتة واطلق عليه اسم قانون كيرشوف الخطوة الثالثة بنحسب المقاومة الكلية عملنا الاثبات او الخطوة ابدأ من الحاجة اللي بتتجزأ عندك ثاني الخطوة اللي انا كتبته بفكه من قانون قوم الرائع فقلنا اللي بتجزأ انا بتاعتوالي يبقى فرق الجهد يبقى في كل سوي في واحد زاد في اتنين زاد في تلاتة فكتل في بقت اي ار توتل عشان لي في توتل اي ار واحد زائد اي ار اتنين زائد اي ار تلاتة وعشان انا عارف ان التهار السابت قلت لي الله هورفي ده هورفي ده هورفي ده يبقى ار توتل بتسوي ار واحد زائد ار اتنين زائد ار تلاتة وفي حالة التساوي كان واحدة منهم في عدتهم انا كل اللي هعمله مع الطلاب الشطرة بتاعتي بص يا دكتور انا هسيب لك هيكل الشرح كما هو عشان اثبت لك ان انت لو فهمت واحد فهمت تاني فهمت فهمت اهو وهسيب ده مش هوب ناحيته الا الغالي ده ده الغالي بتاع المنك ادي اللي انا همسحه يا دكتور اهو اهو لا خلي يتجزق انا همسح دي وامسح دي وهمسح دي وهمسح دي وهرجع لك تاني يتجزق قدام عيني هتلاقي الشرح واحد انت بقى ذاكرت ده اعكسوا البقى ده بس التوصيل على التوازي والغالي شوي تاني نوع اهو التوصيل على التوازي استنى بقى واحدة اسمحه مدرات بيهتم بالشكل انه هو ده اللي بيقنعني قبل ما اتبشف الجزئية دي بالتفصيل ناخد فاصل كثير فاصل كثير ونرجع له فتاني بشرة هامة لطلاب السانوية العامة في جميع المواد الدراسية قريبا سلسلة كتب مدرس على الهواء في مراجعة نصف المنهج وقد قام باعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء طبقا للنظام الحديث تحت اشراف مستر احمد السعيد بادر بحجز نسختك من الان الكتاب الاول كتاب اللغات مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية اللغة الانجليزية اللغة الفرنسية اللغة الالمانية واللغة الايطالية الكتاب الثاني كتاب المواد الادبية مراجعة نصف المنهج في التاريخ الجغرافية علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية مرايط نصف المنهج في الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، الأحياء والجيولوجيا تمانياتين القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء موسيقى مرجعنا لكم تاني مع مستر محمد ريوب تاني نوع التوصيل على التوازي زي ما تكلمنا بالزبط احنا لسه في التوصيل على التوالي قلنا ازاي وصل المقاومات على التوالي قلنا حطهم جنب بعض طب برضو لازم ابدأ نفس البداية طب أنا معنايا نفس المقاومات التلاتة عايز اوصلهم على التوازي اللي بص يا بطل حطهم تحت بعض ممكن ناس ثانية تقولك فوق بعض وراء بعض كده كده المعنى واحد انا وصل اللي انت عايز تقوليه اهو فوق بعض تحت بعض وراء بعض ده التوصيل على التوازي اوصل دول كلهم بسلك واحد مع بعض اوصل دول كلهم بسلك واحد مع بعض عشان تبقى دايرة الجميلة واسم دي ار واحد اسم دي ار اثنين اسم دي ار ثلاثة يبقى المقاومات اللي بتتوصل على التوالي محطوطة جنب بعض على التوازي تحت بعض او فوق بعض طيب هقف بقى وعلم عيلي وعيلتي المشكلة الكبرى معكم بص يا شباب وبص يا ربنات انا لما ارسملك اي رسمة بعد كده ما انا حبيت واريك الشكل الاثنين الاول لو انا رسمتلكم رسمة مالية الصبورة دي كلها تمام؟ قلتلك احسب المقاومات كلها ما تخافش من شكل الرسم لانك لو خفت مش هتحيل طيب اسمع بقى كلامه اسم محمد ايه اللي بيعرف المقاومات متوصلة توالي او توازي حضرتك اللي بيعرف ايديك مش عنيك انتم مشكلتكم بتحكموا بالعين لأ ايديك مش عنيك ازاي؟ اطلع من عند البطارية كده وامشي بايدك للمقاومات لو ايدك عدت على المقاومات ايدك ماشية في طريق واحد واللي بدول توالي ايدك جت عند نقطة لقيت يتمشي كده يتمشي كده يتمشي كده يعني لا التفرع يبدأ توصيل على التوازي وما تخليش لسانك يسبق حركة ايديك لان شكل الرسمة بعينك هتخاف هتلاقيها زحمة فبالتالي دايما اقول لك ما لكش دع بعينيك يا استاذي الفاضل يبني حركة ايديك اللي هتفهمك الفاصل ده كله بعدت عن الايد واستخدمت العين كل السنة وانت طيب هتعمل زي الناس اللي بتغلط يا استاذي دايما بايدك اهيه امشي بايدك ادخل على المقاومات بايدك ايدك عدت على المقاومات ماشية في طريق واحد قولي ده توالي خلاص ايدي جت عند نقطة لقيت يا كده يا كده يا كده يعني لقى التفرع يبقى ده توازي لان الكلام ده هنحتاجه هحتاجه اعلمه لك وانا بحل هتلاقي كلام سهلي جدا طيب يبقى اوصل المقاومات على التوازي تحت ايه بعض ارجع يا الله يا دكتور اول حاجة بتشرحها بتقول ايه فايدته يا ابني انت مش فهمت التوالي اعكسها احنا قلنا في التوالي الحصول على مقاومة كبيرة من عدة مقاومات صغيرة يعكس يبقى التوازي الحصول على مقاومة صغيرة من عدة مقاومات كبيرة ولسه انا ببقى مبسوط بالعيل اللي ما بسكتش مش داخل دماغي انت بتحفظني انت بتقول لي اقولي الدرس اقولك حاضر انا خليك انا سيب لك علي اصلا انا مش التهاش اهم يا بطل رجعت للتلات مقاومات اهم انا المرة دي بتقول لي وصلهم على التوازي يعني احطهم ازاي فوق بعض ادي الاولانين ادي التانية ادي التالتة ايه اللي ازاد يا استاذي المساحة بو السلك تخني قدامك تمام وانت لسه من شوية قلت لي ان المساحة بتتناسب ايه مع المقاومة عكسي هناك كان تردي الطول اللي كان تردي اهه الطول هو اللي تردي تمام انما المساحة عكسي فلما المساحة تزيد المقاومة تقل اهو ما نقايل انها صغرت يعني انت كمان هتقول الفايدة لا او هتعللها تمام هقول له كده ايوه التوازي بنحصل على مقاومة صغيرة من عدة مقاومات كبيرة عالل لان المقاومة تتناسب عكسي مع مساحة المقطع لان المقاومة تتناسب عكسي مع مساحة المقطع كلام يدخل العقل كلام بسيط جميل قال لي طي المميزات وهي الأخطر اللي انت قلته هنا اعكسها دكتور هو احنا قلنا في التوالي كان شدة الطيار ثابت انه مفارق الجهد هو اللي الجزة اعكس يبقى مين هنا المراضي السابت قال لي فرق الجهد يبقى هنا فرق الجهد يظل سابت في المقاومات بمعنى ما تحفظش تعالى له هنا تاني يعني لما جا قل لي شاطر في الشكل المقابل مجموعة من المقاومات على التوازي اذا كان فرق الجهد على المقاومة الأولى خمسة بولت يبقى فرق الجهد على التانية خمسة بولت يا مستر بدون تفكير لان ده توصيل على توازي وعا التوازي فرق الجهد سابت بتفكر ليه طب فرق الجهد على المقاومة أر ثلاثة يا مستر هي هي يا مستر خمسة بولت انا مش حافظ لا انا فهمت معاك يبقى اذا والله يا رجالة لو عندك مليون مقاومة على التوازي مش ثلاثة مليون وراح مش هاور لك على واحدة في الامتحان وقال لك على فكر فرق جهد المقاومة دي بس بعشرة بولت قوله يبقى فرق جهد التوازي فرق جهدهم كلهم فرق جهد أي واحدة فيهم برضو يا مستر 14 لان ده توصيل على التوازي وعا التوازي فرق الجهد سابت يبقى انا كده فاهم مش حافظ مش هاجي قدام الرسمة والمعلومة ولا هستخدم قانون ولا اي حاجة ده بسألك في النظري بس انت كنت حافظ يبقى في التوازي فرق الجهد يا ظل سابت طب تعالى بقى ميني اللي بيتجزق المراضي شدة الطيارة وبدون حفظ تعالى الرسمة هتخليك تقتنع ازاي مش ده مظهر الكهرباء اه الطيارة طالع من هنا اهو الطيارة كلي انا فرحت بقى بكلمة كلي يعني توتل بقى بقيت خلاص خدت عليها يبقى اي توتل الطيارة كل طالعوا اهو طالع لما يجي هنا يدخل على المقامات هيلاقي كم طريقة تلاتة تلاتة فهيجزق هنختلف شوية يقول لقى احنا بنحب نمشي هنا وشوية يقول لقى لا 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 هنش عايزيني مشي معاك واني مشي هنا شوية لا 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 هنش عايزيني مشي هنا فلما لقى عنده تلاتة اختيارات كل شوية بمزاجهم راحوا حت عشان كده الشكل يبين انما التانيين كانوا سكة واحدة فكلنا مجبرين يمشي فيها فهنا شدة التاربة ايه بتجزق بس تتنى ركز 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 بنسب عكسية يا راجل مقاومة بالبلد يعني رخامة لما اقول طريق مقاومته كبيرة يغطرق رقم مقامة يعني ممنعة فبالعقل انا وانت قدامنا شارعي شارع نظيف يعني مقاومته صغرة وشارع وحش مقاومته كبيرة هنمشي في انه يبقى الشارع النظيف اللي مقاومته صغرة هنش في طار كبير والمقاومته كبيرة الرقم مش في طار قليل كده يعني اللي بمقاومة كبيرة مش في طار قليل والمقاومة الصغيرة مش في طار كبير عشان كده قالك بتتجزق بنسبة عكسية عكسية يلا تاني بالراحة يتميز التوصيل على التوازي ان فرق الجهد يظل ثابت انما شدة التيار بتتجزق بنسبة عكسية مع المقامات طيب زي ما عملناها يا شباب و يا بنات قلتها بالعربي عايزين نكتبها بالرمز مش هلتها بتقول التارك كلي اتجزق هنا حتة وهنا حتة وهنا حتة ايوه اللي حاضر اكتبها رمزا بقى التارك كلي اسمه آي توتل بتساوي التار الاولاني آي واحد زائد الثاني آي اثنين زائد الثالث آي ثلاثة يبقى هو زي ما عملنا في اخوه آي توتل بتساوي آي واحد زائد آي اثنين زائد آي ثلاثة وبرضو اطلق عليه قانون كيرشوف بس عشان اميزه على الثاني اقوله قانون كيرشوف للطيار انشان ما لاخباطش ما هو الاكتشف التجزيئة الهناك كان فارق الجهد لا ده بزود الكلمة قانون كيرشوف للطيار طيح حسب المقاومة الكلية خلاص بقى انتوا عرفتوا الخطوات بقى انتوا المفروض انتوا بتشرحها لي المقاومة الكلية الى آي توتل يلا يا دكتور الاسبات اول خطوة كنا بنبدأ من الحاجة اللي بتتجزأ المراضي اللي تجزأ هو شدة الطيار يبقى آي توتل هتساوي آي واحد زائد آي اثنين زائد آي ثلاثة بعد كده اللي انا كتبته بفكه من مسلث قانون قوم هو نفس الخطوات المرار انا هفك مين؟ آي تبقى في على آر لاني عايز آي طب الراحة كده بص للآي بتاعتك يبقى الآي توتل تبقى في على أنهي آر دكتور آر توتل بقى بتساوي في على أنهي آر آر واحد زائد في على آر اثنين زائد في على آر ثلاثة انا هسأل نفس السؤال الوحش بتاعي مستر ليه ما كتبتش في توتل في واحد في اثنين في ثلاثة اقول لك يبقى أنت اللي سرحان لاني فرق الجهد سابت يلا نفس اللي عملناه يلا 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 ايه اللي تبقى اهو واحد على آر توتل بتساوي واحد على آر واحد زائد واحد على آر اثنين زائد واحد على آر ثلاثة هو نفس القانون اللي فات هناك كان جمع المقاومات نفسها هنا جمع المقلوب يبقى واحد على آر توتل سوا واحد على آر واحد زائد واحد على آر اثنين زائد واحد على آر ثلاثة طيب نفس الملحوظة بتاعت اختها طب في حال التساوي المقاومات اللي يبقى هتساوي واحدة منهم على عددهم مش التاني كان فيه ده يبقى هو نفس الدرس عشقيا بقول العيد ذاكرت ده انت ذاكرت ده خلاص يبقى في حالة التساوي بس التوازي واحدة منهم على عدد الاسد ده مشكورين اللي بيحطونا الامتحان بيحاولوا الى حد ما بعدونا عن القانون ده شوي ليه القانون ده خطواته الرياضية ممكن تسبب غلط وانا بسألك فيزياء مش بسألك رياضة لان انت عشان تستخدم القانون ده لازم انت بتجيب حضرتك واحد على فبعد ما خلص عملية الجمع لازم الناتج النهائيش هقلبه يعني لو طالع معان ناتج واحد على عشرة حضرتك لازم تقلبها تطلع بعشرة فمشكورين قالوا لنا ان انا عندي في حالة مقاومتين فقط مقاومتين فقط تبقى الارتوتل ويجيب ارتوتل مباشرة حاصل ضربهم على حاصل جمعهم حاصل ضربهم على حاصل جمعهم اكتر من اتنين تتفضل هنا وبكده الحمد والشكر لله نبقى حاولنا اصعب ما عندي يبقى احنا بعد كده ان شاء الله بمذاكرتنا ليه قادرين على التطبيق باذن رب العالمين وان شاء الله برضو هنطبق معاكم في محاضراتنا وحصصنا جاية باذن رب العالمين وطبعا بنشكر في زحمد ان ساعة صدرك لينا النهاردة والطلابنا ان شاء الله تبقى بفايدة باذن رب العالمين نستاذي مخرجنا الجميل كده يجيب لنا بيتج نومبر وان في الاسئلة للمستر محمد مجازان بسم الله الرحمن الرحيم اول الاسئلة كده طبعا طبعينا كلنا ان دايما امتحنا اختار اختار من المتعدد السؤال الاولاني وصلت مقاومتان على بص انا اخذلك تحتها خط لاني لو ركزت في الكلمة خلاص وصلت مقاومتان على التوالي قيمة احدهما واحد قوم فان المقاومة المكافئة نقط الواحد الصحيح حضرتك ايه الخط المتاخد على التوالي سيب السؤال خالص سيب السؤال خالص حضرتك لو سألتك بالعربة هو التوصيل على التوالي فاديته نحصل على ايه هتقولي الحصول على مقاومة كبيرة اقول لك شكرا ما تكمنش خلاص خلاص انت جاوبت السؤال فانا واخدلك تحتها الخطة عشان كده التوالي فهتقولي يبقى اكبر من لان التوصيل على التوالي بنحصل منه على مقاومة اكبر من اكبر واحدة فيهم اصلا رقم اتنين اذا كانت قيمة المقاومة Rx ضعف قيمة المقاومة Ry يعني انا معايا مقاومتين واحدة x واحدة y الاولى ضعف التانية ركز بقى واخدلك خط متحصلين على ايه دكتور على التوالي فانا النسبة بين شدة التيارين ix على i y تساوي ما تكلمش بسرعة ركز في اللي واخدلك تحتها خط متحصلين على الايه على التوالي سيبك من السؤال انت فهمت مش حفظت فايدة مميزات التوصيل على التوالي شدة الтиار ما لها دكتور بص اسمع صوتك بتقول ايه سبتة اما انت عارف ان التوصيل على التوالي شدة التوالي سبتة بتطلق بطلا frustrated يبقى خلاص النسبة واحد الى واحد النسبة واحد الى واحد لان انت بتقولها بالعربي صح انا شدة الطيار سبتة في التوصيل على التوالي لي يبقى انت ولا هميني المقاومة دي ضعف لي ولا نص لي رقم ثلاثة بيقول لك ثلاث مقاومات قيمهم الاولى بار التانية توار التالتة سريار عند توصيلهم على وبرضو واخد الدكتور تحتها خط على التوازي تبقى المقاومة المكافئة نقط المقاومة المكافئة تبقى ملها نقط اصغر من اكبر من ولا لا تساوي طبعا واخد لك قط تحت كلمة توصيل على التوازي التوصيل على التوازي في ايديته يا دكتور الحصول على مقاومة صغيرة يبقى انت لسانك نطاقها قبل ما تبص للاختيارات تبقى اصغر منه تمام نريد تشوف مع بعض الصفحة رقم اثنين بسم الله الرحمن الرحيم رقم اربعة المقاومة المكافئة لثلاث مقاومات متمثلة على التوازي تساوي كما دكتور اثنين هنا بقى بدأت ادخلك في المسائل فحضرتك لازم تتعلم ازاي تطلع معايا بيانات لازم حضرتك لما تيجي تتكلم بلاش دايما ننبه على طلبة السنوال العامة بلاش سيادتك تقرأ الجرنال رات الجرايط في الفيزياء دي ما تفدش لما تقرى حاجة دكتور اقرى واحدة واحدة اقرى معايا السؤال بالراحة يقولك المقاومة المكافئة لثلاث مقاومات يعني ده العدد الان بتساوي ثلاثة المقاومة المكافئة بقى بتاعتهم بكام على التوازي بتساوي كام اثنين يبقى دي ار توتل وهم على ايه ايها دكتور عالتوازي بتساوي كام اثنين واقف ما تكملش لانك لو كملت سؤال هرب السؤال كده هرب ده عدد ودي ار توتل وهم على التوازي لمجموعة من المقاومات المتساوية طيب ممكن لو سمحت يا دكتور تكتب لي قانون الارتوتل لمجموعة من المقاومات المتساوية على التوازي هيقول لي حاضر وحدة منهم على عددهم هو مديك مين يا دكتور مديني الان ومديني مين مديني الارتوتل يعني مديك الان ومديك مين الارتوتل يبقى من الناقص ارواح يبقى انت لو كملت قرية انا مديك مسألة في الاول عشان انت تجيب حاجة تكمل بها باقي السؤال انت سيبتها وروح تجاري ومكمل إليها ما فهمتش فأنا بضرب لك التوصلتين بسؤال واحد أقول له ثانية واحدة ثانية واحدة لازم أجيب من الأول قيمة المقاومة الواحدة اضرب مقص كده تبقى R واحد اضرب طرفين فوسطين هتساوي ال R total في ال N يلا ال R total مدهاني بكام باتنين في عددهم كام تلاتة تطلع بكام دكتور بالستة فده المعطى الأولاني انت ما تقرشه وتجري طيب عرفت انه قيمة المقاومة الواحدة بستة كمل بقى معايا بقيت السؤال يا دكتور بيسألك ايه بقى في السؤال بعد كده بيقول لي فتكون المقاومة المكافئة ليهم عند توصلهم على التوالي آه يعني لو وصلناهم بعد التلاتة دول على التوالي تبقى المقاومة المكافئة بكام أقول له تعالى كده هو قانون ال R total لمجموعة المقاومات المتساوية على التوالي بيساوي واحدة منهم في عددهم حضرتك جبت الواحدة بكام خلاص ستة في عددهم قال لي بكام بتلاتة تبقى ستة بتلاتة بكام تمنتاشر فهو هنا لعب التوصلتين معاك في السؤال واحد عشان نشوفك بتقرأ صح ولا بتقرأ وخلاص تمام بفضل يا مستر بشار الله عليك أحسنت في نص ديئة كده لو عندك أي رسالة سريعة للتلوى بتاعتك قبل من نختم دايما نقول لي طلبتي ما تصعبهاش على نفسك ان شاء الله الفيزي جميلة جدا وان شاء الله السنة هتبقى كويسة جدا 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 خليك هادي وبص لمستقبلك ودايما أهم حاجة انت عايز تبقى أي أهم حاجة لما تيجي تبقى عندك حاجة بص الطموح لفوق ما تبصت لتحت وان شاء الله ربنا يكرمكم وعلى قد تعبكم بإذن رب العالمين ربنا ان شاء الله يكافئكم شرفتنا مستر محمد شكرا لخدريك الزحمة تمنا نشوفر حلقة قديمة ان شاء الله ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله خدرتك جدا نرصة البرنامج كلهم رشكرهم على مجهودهم معنا شرفتنا وتمنا نقلبها لكل طلابنا الأعزاء بالتوفيق دايما رب شكرا لكم جاي شكرا من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء تبقى للنظام الحديث تحت اشراف مستر أحمد السعيد بادر بحجز نسختك من الآن الكتاب الأول كتاب اللغات مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة الألمانية واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب المواد الأدبية مراجعة نصف المنهج في التاريخ الجغرافية علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية مراجعة نصف المنهج في الفيزياء الكيمياء الرياضيات الأحياء والجيولوجيا تمانياتين القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء ترجمة نانسي قنقر